قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله حبيب رب العالمين وخليله وصفيه من خلقه بعثه الله إلى البشر كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته وعلى آله وأصحابه وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم واستن سنتهم وغتفى أثرهم إلا يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وإياكن من النار ومن كل شر معاشر الإخوة والأخوات ونحن نستنشق عبير شهر رمضان وتهب علينا نسماته نعرض عليكم في هذه الدقائق المعدودات برنامجك الرمضاني برنامجك العملي في شهر العمل في شهر رمضان فالله سبحانه وتعالى بالنعمه ومننه والفضله وإحسانه هو الذي وقت لنا هذه المواقيت لا ليتعبنا ولا لنعطش أو لنجوع وإنما ليرفع درجاتنا وليقيل عثراتنا وليمن علينا مننه وإحسانه ولذلك تلاحظون في وسط آيات الصوم يقول سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذه رؤوس الأقلام حول برنامجنا والإنسان الذكي العاقل يكتب برنامجه من الآن وينفذه في بعض الأيام ينفذه في أيام معدودات التي تقدم علينا ولذلك أقترح لا آمر أنا مخترح لا آمرا عليك هذا البرنامج وأول هذا البرنامج العيش مع كتاب الله العيش مع كلام رب العالمين الحياة مع كتاب الله جل وعلا قراءة وتدبرا وتطبيقا واتخاذه منهجا في حياتك ما أحلى أن تعيش مع كتاب الله أن تعيش مع وحي الله أن تحيا مع كلام رب العالمين فهذا هو المفتاح جميع المفاتيح فهناك علاقة وطيطة وهناك علاقة قوية وهناك ارتباط متين بين رمضان وبين القرآن الكريم وربنا سبحانه وتعالى نوه هذه العلاقة ومن هذه العلاقة التي نوه عليها القرآن الكريم أو نوه بها كتاب الله عز وجل أن الله جل وعلا جعل ظرفا لنزول القرآن في شهر رمضان فالقرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان في ليلة مباركة حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنزل رب سبحانه وتعالى القرآن الكريم في هذه الليلة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها ووضع فيها بركات كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى وفصلها في سورة كاملة من القرآن الكريم وهي سورة القدر ومن بركاته هذه الليلة أنها ليلة القدر وليلة العظمة ومن بركاتها على أن الله سبحانه وتعالى يضاعف فيها الحسنات فالذي يعمل في هذه الليلة حسنة ما فكأنه عمل أكثر من ثلاثة وثمانين عاما هذه الليلة المباركة وليس كأنه عمل وإنما خير من عامل ثلاثة وثمانين عاما أثى عاما وزيادة لأن الله سبحانه وتعالى قال خير من ألف شهر وما قال تساوي ألف شهر وكم هذه الخيرية وكم تصل العلم عند الله سبحانه وتعالى من بركاتها على أن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكته يوفدهم إلى الأرض وهم ترسالا وهم أفواجا متناحقة ينزل جبريل في هذه الليلة إلى الأرض وتنزل ملائكة الله وتتنزل رحمات رب العالمين ويعتق الله سبحانه وتعالى عباده من النار ويفتح الله جل وعلا قلوب عباد من يختاره سبحانه وتعالى للإيمان والاستقامة إن أنزلناه في ليلة مباركة هذه الليلة المباركة أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ونعني أنزله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله بدأ إنزال وحيه وإيصاله إلى قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة نزل به الروح الأمين على قلبك فهذا علاقة وطيطة بين رمضان وبين القرآن الكريم لاحظوا بما أن الليلة مباركة الشهر كذلك مبارك فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة في شهر رمضان كما قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أثنى الله سبحانه وتعالى كتابه الذي أنزله في هذا الشهر جل وعلا وذكر ما يحمل في طياته من الرحمات والفضل الكثير لعباد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر هو شهر مبارك كذلك كما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أتاكم رمضان شهر مبارك كان يقول عليه الصلاة والسلام شهر مبارك بارك الله سبحانه وتعالى فيها فالقرآن أنزله جل وعلا في ليلة مباركة في شهر مبارك والقرآن نفسه مبارك كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك فهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة وفي شهر المبارك فهو مبارك كذلك كثر الله سبحانه وتعالى فيه البرك فهو مبارك فلا تحصى بركة كتاب الله سبحانه وتعالى بركته العامة وبركة الخاصة بركة العامة للبشرية جمعا بما يشمل الكافر والمؤمن فهذا الكتاب بركة لحضارة الإنسان كلها هذا القرآن الكريم البشرية من طلقت بحضارتها إلا من خلال هذا القرآن الكريم فكافرهم ومؤمنهم صواء في ذلك ثم هو بركة بركة اجتماعية يحل تميع المشاكل العالم هذا القرآن القرآن لأنه هو خريطة النجاح في الدنيا والآخرة فالذي يأخذ هذا الكتاب ويجعله خريطة يتبع بها فإنه يهدي للتي هي أقوم في الدنيا والآخرة بركة كتاب ربنا لا تحصى ولا تعد فهو بركة لكل من يأخذه هذه الأمة ما بارك الله سبحانه وتعالى لها إلا من خلال هذا القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجة للناس فهذه الخيرية استمدت الأمة من الكتاب الله عز وجل لكنها عندما تنازلت عن كتاب الله سبحانه وتعالى فإنها فقدت الخيرية لأن الخيرية تدور مع كتاب الله عز وجل وجودا وعدما فحيثما وجد الكتاب وجدت الخيرية وحيثما عدم هذا الكتاب من حيث التطبيق وأبعد عن الحياة فإن الأمة تفقد خيريتها خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولذلك تجد آيات من كتاب الله عز وجل يعني تذم هؤلاء الذين يأخذون ببعض الكتاب ويدركون بعضه فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا فالأمة التي تنازلت عن هذا الكتاب ما لها إلا خز في هذه الحياة وخز يوم القيامة فالعيش مع كتاب الله عز وجل هذا كتاب المبارك الذي لا أستطيع أن أعبر في هذه اللحظات ما يعتمل في داخل كتاب الله عز وجل من الخيرات الكثيرة لأنه هو كلام ربنا يكفيه أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقنا وأوجدنا من العدم ويعلم مصالحنا ويعلم مصالح مخلوقاته سبحانه وتعالى فلكن لا يستفيد من هذا الكتاب ولا يمكن أن يعيش الإنسان معه إلا إذا توفرت فيه شروط المطلوبة شرعا ومن تلكم الشروط التي ذكرها الله في القرآن الكريم وهي كثيرة منها أن نؤمن بهذا الكتاب إيمانا جازما وأن يؤثرنا القرآن الكريم وأن نضحر قلوبنا له حتى نتلقاه هذا القرآن الكريم إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد انظر هذه الشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الذي يستفيد من هذا القرآن لا بد أن يكون له قلب والمقصود القلب المقصود هنا لمن كان له قلبا طاهرا يتناسب مع كتاب الله عز وجل فآمن به أي بالقرآن وأيها الإخوة الكرام حتى لا أسترسل مع الكلام يعني هناك إشارة الإيمان بالقرآن أريد أن أعبر بها لاحظوا هذه بارك الله فيكم القرآن الكريم لا ما أنزله الله سبحانه وتعالى إلا ليؤمن به وليطبق على الحياة ولذلك أخرج إمام أحمد في مسنده والطبراني في سننه والنسائي عفا في سننه من حديث أبي سعيد الخضري والحديث الصحيح وسحعه شيخ ناصر في السلسلة هذا الحديث هو حديث عظيم رواه أصحابي الجليل أبو سعيد الخضري قال أبو سعيد الخضري كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثل من الصحابة جلسوا لينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج عليهم وهؤلاء كان منهم الشيخان أبو بكر وعمر ومنهم علي بن أبي طالب ومنهم أبو سعيد الخضر كما يتبين في الرواية قال كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض بيوت نسائه عليه صلاة وسلام فانطلقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوجهين إلى جهة لا نعلم ذلك فالصحابة ذهبوا مع رسولهم ومع حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم انطلقنا مع النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخضر فانقطعت نعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انقطعت إحدى نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي مشى وهو حافي القدمين عليه الصلاة وسلم الدنيا ما كانت تساوي عنده شيء عليه الصلاة وسلم فإذا علي بن أبي طالب يأخذ نعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويتأخر ليخصفها بمعنى ليصلحها تأخر علي بن أبي طالب وهو يخصف نعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلح نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا ذهبنا وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام وقف عليه صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر ينتظر علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب في هذه الفترة التي كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه قضية من علامات النبوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو هو الشاهد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويل هذا الكتاب كما قاتلت على نزوله وماذا يعني هذا الكلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل عليه القرآن الناس كفروا بالقرآن ورفضوه وقالوا هذا أساطير الأولين اكتبها فهي تطلى عليه بكرة وأصيلا وقالوا ما هذا إلا ساحر كذاب رفضوا القرآن لفظا ومعنى وقالوا ليس من عند الله عز وجل فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفرة حتى فرق الله بينه وبينه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تقل جمعان والله على كل شيء قدير فهؤلاء الكفر في عهد النبي عليه السلام كفروا بالقرآن لفظا ومعنى القرآن مكون من لفظ يحمل معاني لكن في هذا العهد الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث على أن ناسا سوف يؤمنون باللفظ القرآن وينكرون معانيه يفرقون بين اللفظ وبين ما يحمل هذا اللفظ من المعاني فيؤمنون ألفاظ القرآن يقولون آمنا بكتاب الله أما ما يعني هذا القرآن من المعاني فإنهم يكفرون به وينكرون ويرفضون كما فعل اليهود والنصارى أفتضمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه هذا التعريف هو تعريف المعنى وإبقاء اللفظ فهم يبقون الألفاظ ويحرفون المعاني فالنبي صلى الله عليه وسلم تنبع على أن واحدا من هذه ثلة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يقاتل هؤلاء الذين يفرقون بين النص وبين مدلوله بين النص وبين ما يختضيه النص فيقول عليه الصلاة والسلام إن منكم من يقاتل على تأويله تأويل القرآن وبمعنى تفسيره ومراميه ومقاسده يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على نزوله فيقول يقول أبو سعيد الخضري فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر يعني هم كانوا يعتقدون أن هؤلاء منهم أوكر وعمر هذا المقصود ما أبو وكو ما عمر فقال عليه الصلاة والسلام لا هو خاصف النعل قال عليه الصلاة والسلام هو خاصف النعل هو علي بن أبي طالب الذي حدث في زمنه فتن وتحريف كتاب الله والإيمان بالألفاظ والرفض بالمعاني فقال عليه الصلاة والسلام هذا ليس إيمانا بالقرآن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض فأقصد أيها الإخوة الكرام وراء هذا الكلام يجب أن نؤمن بالقرآن لفظا ومعنى ولا نفرق بين اللفظ وبين المعنى فهذا ليس إيمانا بالقرآن الكريم هذا هو برنامجنا الأول وحتى أمر برنامجنا الثاني هو كثرة الصلاة شهر رمضان شهر صلاة قيام الليل النوافل والسنن الكثيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في شهر رمضان ويطيل الهجوع عليه الصلاة والسلام ويطيل القيام برنامجك الثالث هو كثرة الدعاء هذا هو شهر الدعاء لأمر ما أنزل الله سبحانه وتعالى آية الدعاء في وسط آيات رمضان في وسط آيات شهر رمضان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان كثرة الصدقات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصدقات في هذا الشهر فتصدق أن تصوم تصوم الشهرين وتصدق أن تصوم السحران وثلاثة أشهر وأربعة أشهر حسب ما تفطر في هذا الشهر كذلك مما يكثر الإنسان في هذا الشهر يكثر يكثر الاعتكاف وتصفية النيات احتساب الأجر عند الله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرا له ما تقدم من نبيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونبي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام فلنتقل الله سبحانه وتعالى ولنستغل ما عندنا من الفرص بإذن الله عز وجل ولنستعد لاستقبال نفحات الله سبحانه وتعالى ورحماته جل وعلا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه إخواني إن شاء الله تعالى وحلو أرنا إياه إفطارك بشر رمضانك إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلنا ورزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب يثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إننا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا يحب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم قيد الأمة الإسلامية قيادة صالحة تقودهم إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع شملنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بلقنا شهر رمضان واجعلنا ممن يقوم ليله ويصوم نهاره برحمتك يا رحم الراحمين وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر